واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم بيان تشكيل لواء حماية الحدود وإدارة المعابر على الحدود السورية لبنانية نظرا لخطورة الحدود السورية لبنانية وبسبب خطورة انفلاتها على الأمن الوطني والإقليمي فإننا نعلن تشكيل لواء حماية الحدود وإدارة المعابر على الحدود السورية لبنانية في منطقة القلمون وذلك للأسباب التالية الفراغ الأمني تسلوا العناصر من حزب الله بكل عتاتهم وسلاحهم إلى الأراضي السورية بهدف دعم النظام عدم التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النائي عن النفس وعجزها عن ضبط حدودها أمام تدخل السافر من حزب الله عجز المجتمع الدولي والجامعة العربية عن تحمل المسؤولية عن الخروقات الأمنية التي يقوم بها حزب الله وتنظيمات أخرى غياب الإدارة المدنية عن المعابر والمنافذ مما يتسبب بتهديد أمن المدنيين إن تشكيل اللواء هو عمل دفاعي داخل الأراضي السورية في حماية شعبنا ورد العدوان عن أرضنا وحرصاً على لبنان الشخيق وشعبه من أن يتورط في الأزمة السورية اللواء مؤلف من ثلاثة كتائب غائد الكتيبة الأولى الملازم أول علي حورية الله أكبر غائد الكتيبة الثانية الملازم أول جهاد عادكي الله أكبر غائد الكتيبة الثالثة المجاهد إحسين بره الله أكبر كائد اللواء المقدم يونس كرم الزين الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر